موسيقى إذن لنرى تعريف الدالة خطية A عدد حقيقي معلوم العلاقة F التي تربط كل عدد حقيقي X بالجودة AX تسمى دالة خطية معامل و A ونقول إن AX هي صورة X بواسطة الدالة F ونكتب FX يساوي AX إذن كما رأينا في قسم وأن كل علاقة تربط بين شيئان متناسبان تعطينا دالة خطية تعطينا أمتنا مثلا إذا أخذنا مثلا كتاب واحد يساوي خمسة دلاهم إذن تمن مثلا خمسة عشر كتابا وخمسة في خمسة عشر إذن العلاقة التي تربط بين عدد الدفاتر وتمن الدفاتر فهي علاقة تناسبية وبالتالي فهي تمثل لنا دالة خطية ومعامل وهو واحد لنرى أمتنا مثلا F دالة خطية معرفة بما يلي FX يساوي ناقص 2X لنحسب صور بعض الأعداد إذن F لإثنان مثلا يساوي ناقص 2 في 2 يساوي ناقص 4 نرى مثال آخر F لناقص 5 يساوي إذن سنعوه بX بماذا بناقص 5 إذن ناقص 2 في ناقص 5 تعطينا عشر F لصفر تساوي ناقص 2 في صفر يساوي صفر F لناقص 3 على 5 يساوي ناقص 2 في ناقص 3 على 5 ونعلم أن جدها عددين السالبان فهو عدد موجب إذن يعطينا 6 على 5 وضربنا البصر في البصر والمقام في المقام نمر إلى معامل دالة خطية إذن خاصية إذا كانت F دالة خطية وX عدد حقيقي غير منهدم فإن معامل دالة الخطية F يساوي F لX على X يعني F للمتغير عن نفس المتغير مثال لنحدد معامل دالة الخطية F علما أن F لثلاثة تساوي ناقص 12 إذن سؤالنا هو نحسب A يعني معامل دالة ونعلم أن معامل دالة يساوي F لمتغير عن نفس المتغير هنا سنأخذ ثلاثة لأن الذي نعقل F لثلاثة تساوي ناقص 13 ونكتب F لثلاثة على ثلاثة ونعود F لثلاثة بقيمته هي 12 على ثلاثة ونعلم أن خارج عددين السالبان أو خارج عددين لهم إشارة مختلفة فهو عدد سالب ويعطينا ناقص 4 مع الاختزال إذن معامل دالة الخطية هو ناقص 4 ونكتب F لX يساوي ناقص 4 في X مثال آخر أو مثال ثاني إذن لنحدد معامل دالة G علما أن G4 تساوي ناقص 6 إذن نعلم أن معامل دالة الخطية يساوي F لمتغير عن نفس المتغير وهنا بما أن لدينا G4 إذن سنأخذ X يساوي 4 ونكتب G4 على 4 نعود G4 بقيمته وهو ناقص 6 على 4 تعطينا ناقص 3 على 2 إذن معامل الدالة الخطية G هو ناقص 3 على 2 ونكتب GX تساوي ناقص 3 على 2X ونمر إلى التمثيل المبياني الدالة خطية نأخذ مثال إذن لننشئ التمثيل المبياني الدالة F المعرفة كما يريد Fx تساوي 2X أو Fx صورتها بالدالة F و 2X في معلم متعمد من منظم إذن هنا جدول حيث أن X أعطيناها قيمة هي 0 ثم حسبنا F لسفر إذن F لسفر يساوي 2 في سفر تعطينا سفر وبالتالي النقطة الأولى سيكون أفصلها 0 وأرتوبها 0 ثم أعطينا X قيمة 1 ثم بعد ذلك قمنا بحساب F لواحد فأعطينا 2 في 1 يساوي 2 إذن لدينا نقطتان الأولى هي النقطة U أصل المعلم لأن إحداثتها هما السفر سفر والتانية A أفصلها 1 وأرتوبها 2 فنقوم بإنشاء النقطة الثانية وبالذلك سنقوم بإنشاء المستقيم إذن هذا المستقيم فهو تمتيل المبياني للدالة الخطية F المعرفة كما يريد F X ساوي 2 X وبالتالي نستطيع أن التمتيل المبياني للدالة الخطية يمر من أصل المعلم نرى مثال ثاني إذن هنا لدينا G دالة بحاجة أن G X ساوي ناقص 3 X إذن نفس الشيء سنقوم بحساب صور بعض الأعداد سنقوم بحساب مثلا صورة العدد 0 بالدالة G ونعلم أن G ساوي ناقص 3 X إذن G 0 يساوي ناقص 3 0 يساوي 0 ونعلم أن G 1 يساوي ناقص 3 X 1 يساوي ناقص 3 إذن سنقوم بإنشاء المعلم بعد ذلك إنشاء النقطة A التي أفصولها 1 أو 2 ناقص 3 ثم النقطة الأولى 0 0 ألا وهي أصل المعلم إذن هذا المستقيم الذي يمر من النقطة O ومن النقطة التي أفصولها 1 أو 2 ناقص 3 يسمى بتمثيل المبيني